اهلا بكم من جديد انطلقت فعالية الدورة الثانية من برنامج صناع القرار الاقتصادي الذي تنظمها جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاضنات تحت عنوان دور الاعلام واثره في صناعة القرار الاقتصادي وفي كلمته في افتتاح الدورة اكد النائب احمد سلوم ان برنامج صناع القرار الاقتصادي هو برنامج توعوي تثقيفي يهدف الى تبني افكار الشباب والرواد الاعمال البحرينيين وصقل مواهبهم ومهاراتهم ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في عالم الاعمال وشددت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية احمد على الدور الكبير الذي يلعبه الاعلام في صناعة القرار السياسي والاقتصادي سواء كان اعلاما تقليديا او ما يعرف اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري بان وزارة العمل في صدد اطلاق معرضين التوظيف امام الشباب الباحث عن عمل برواتب مجزية تتراوح ما بين 350 دينارا حتى 1000 دينار اذ ينطلق المعرض الاول يوم الثلاثاء القادم ويستمر لمدة يومين هذا وسينطلق المعرض الاخر في اول اسبوع من شهر ديسمبر وهو مخصص للاناث فقط واكد الدوسري ان زيادة وتيرة التوظيف مؤخرا جاءت بفضل قرار مجلس الوزراء وبناء على توصية اللجنة التنسيقية وذلك بتجشين البرنامج الوطني للتوظيف في شهر فبراير من هذا العام وما تضمنه من مبادرات وآليات وحوافز جعلت البحريني اولوية في التوظيف بالقطاع الخاص مشيرا الى ان الوزارة تعمل على زيادة وتيرة التوظيف في الفترة المقبلة نتابع الآن سعر صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية وإلى أسواق المال في بداية تعاقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام باللون الأخضر على تقدم بنسبة 1.44% مقفلا عند مستوى 1511 نقطة وذلك بفعل ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم أربعة ملايين وستمائة وخمسة عشر ألف سهم بسيولة إجمالية تجاوزت مليون ومائة وست وثلاثين ألف دينار حيث تم تنفيذ خلال الجلسة مائة وتسع صفقات وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية وأما بنسبة إلى غلاقات بقية البورصات الخليجية فقد استهلت الأسهم الخليجية تدولتها هذا الأسبوع على تباين وذلك بالتزام مع تقلب أسعار النفط في الأسواق العالمية في الإغلاقات الأخيرة نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بارتفاع بنسبة 0.34% وأقفلت عند مستوى 7954 نقطة حيث شهدت البورصة ارتفاعا للجلسة الثانية على التوالي وسط تباين بأداء القطاعات وأيضا انخفاض السيولة مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت على ارتفاع بنسبة 2.91% وأقفلت عند مستوى 6185 نقطة وذلك لتقدم لقطاع البنوك التجارية خلال تداولات اليوم سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت اقفالا على تراجع طفيف بنسبة 0.04% وأقفلت عند مستوى 5122 نقطة وجاء على رأس الهبوط أسهم قطاع الاتصالات أما سوق دبي المالي فقد أقفلت على تراجع بنسبة 0.11% وأقفلت عند مستوى 2816 نقطة وذلك بسبب هبوط أسهم قطاع العقارات بشكل رئيسي أخيرا مع سوق العاصمة العمانية مسقط فقد تراجعت بنسبة 0.67% وأقفلت عند مستوى 3965 نقطة مع تراجع كافة مؤشرات البورصة العمانية تلقى الاقتصاد السعودي دفعة تحفيزية لتعزيز النمو بعد حصول القطاع المالي على ثاني خفض لأسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال خمسين يوما وأغلقت كافة أجال استحقاق أسعار الفائدة على التعاملات بالريال بين البنوك السايبور الخميس الماضي على تراجعات حادة كردة فعل طبيعية بعد قرار مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بخفض أسعار الفائدة الأساسية في إعقاب قيام الفدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام ويشكل ارتفاع الانفاق الحكومي مع النمو المتوقع للإئتمان عاملين مهمين لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي خلال الفترة المقبلة قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.4% في العام الجاري 2019 مدفوعا بنمو أسرع في القطاع النفطي ونمى الاقتصاد بنسبة 1.7% في عام 2018 بحسب بيانات أولية حكومية وأظهر المؤشر الاقتصادي الفصلي للأنشطة غير النفطية الذي يعده مصرف الإمارات المركزي نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.6% على أساس سنوي وكان النمو الاقتصادي الكلي قويا حيث شهد ارتفاعا سنويا بنسبة 2.2% مدعوما بالأنشطة الحكومية وتزايد الطلب من القطاع الخاص قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن نوتشين إن الهجوم على مشاءات النفط السعودية يعتبر هجوما على النظام الاقتصادي العالمي وبعد الهجمات التي استهدفت مشاءات نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران لتصبح العقوبات الأقسى على الإطلاق والتي شملت المصرف الوطني الإيراني وأوضح منوتشين أن الأمر يتعلق باستهداف آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني وصندوق الوطني لأتنمية نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل عملاقة السياحة البريطانية توماس كوك تحاول الإفلات من الإفلاس أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا حاجة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع صين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر في نهاية عام 2020 مشددا على متانة الأقتصاد الأمريكي وفي مسعاه للحصول على ولاية رئاسية ثانية من أربع سنوات يحاول ترامب طمأنة المزارعين الأمريكيين الذين يعانون بشدة من ردة الفعل الصيني على العقوبات الأمريكية وإن خرطت القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم في حرب تجارية ترجمت كل منهما بفرض رسوم جمركية على سلع بقيمة مئات مليارات الدولارات تعتزم ثمن شركات لصناعة سيارات استدعاء أكثر من 56 ألف سيارة بسبب عيوب في المكونات وفق ما أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية وذكرت الوزارة أن تويوتا ونيسان ومرسدس بينز وامك التي تبيع سيارات فراري ومجزرات الفارهة بدأت بالفعل استدعاء أو تعتزم استدعاء أكثر من 56 سيارة من 37 طرازا مختلفا وفرضت وزارة النقل الكورية غرامة بقيمة 3.7 مليون دولار على شركات تويوتا وهندا وكيا بسبب استخدامها مكونات معيبة في سياراتها وأمرتها باستدعاء السيارات لاستبدال هذه المكونات اجتمع كبار المسؤولين في مجموعة توماس كوك السياحية البريطانية مع المقرضين والدائنين لتحديد ما إذا كان يمكن لأقدم شركة سفر في العالم الاستمرار أم أنها ستنهار لتتسبب في حالة من الفوضى تمتد لأنحاء متفرقة من العالم وتدير توماس كوك فناديق ومتجعات وشركات طيران وسفن سياحية وهناك أكثر من 600 ألف عميل لها يمضون العطلات حاليا مما يعني أن الحكومات والشركات التأمين ستضطروا لتدخل وإعادتهم للبلادهم إذا أفلست الشركة